مشاهدينا نعتذر عن هذا الخلل الفني الآن ينضم إلينا مباشرة من بورطلة مفد الحرة ميثم الشباني ميثم أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية كيف بدى الوضع الأمني معك هذا اليوم نعم حيدر مساء الخير يعني كما ورد في التقرير هناك تقدم وإن كان بطيء لقوات مكافحة الإرهاب بسبب التواجد المكثف للمدنيين ولأجل سلامة المدنيين المتواجدين في أحياء عديدة من الموصل لكن لنكون في الصورة أكثر مع الآن السيد الفريق الركن عبدالغني الأسدي قائد قوات مكافحة الإرهاب مرحبا بك سيادة الفريق أهلا وسهلا هل لك أن تضعنا بآخر تطورات الأمنية في مسرح الموصل؟ شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكادر القناة المحترم وكذلك للمشاهدين الكرام اليوم الرتلين الشمالي والجنوبي كانت لهم صولة بطولية جيدة حققوا كل الأهداف المطلوبة ووسعوا رقعة احتلال أو تنظيف ومداهمة الأحياء التي كان يتواجد فيها داعش اليوم كانت الأمور فيما يخص الرتل الشمالي هو أكمل تقريبا محلة التحرير بالكامل حي التحرير وبعض المحلات القريبة منه مثل أحياء قليلة من المحاربين وكذلك أصبحنا بتماس مباشر مع حي الزهور أما بالنسبة للرتل الجنوبي أيضا اليوم كانت إلى وقفة شجاعة فيما يخص حي عدن بالكامل وتم تطويق شقق الخضراء التي لها تعثير مباشر على تواجد داعش في هذه المنطقة والأيام التي مضت تم تجاوز هذه الشقق لاكتظاظها بالسكان المدنيين ولكن من خلال مصادرنا الداخلية تم سحبهم إلى الأحياء التي حررت مثل السماح وغيرها من المناطق الملاسقة لهم لحد هذه اللحظة هناك عدنا عملية ليلية إن شاء الله ولحدها الوقت هي مكللة بالنجاح لأنه مرد نمطي فرصة للدواء عشان يعيدوا تنظيمهم ويتواجدون في هذه المناطق بكرة إن شاء الله رح يكون هناك كلام آخر هناك مبادرة إيجابية من المواطنين اليوم وخاصة في حي القادسية الثانية أنه بدأوا هم يسلمون الدواعش المختبين معهم على العوائل وهذه فد بصمة إيجابية في معركتنا ندعو بقية الأحياء أن يضعوا أيضا لهم بصمة في هذه المعركة بالثورة على هؤلاء أو انتفاض على هؤلاء لأننا قريبون جدا منهم سيادة الفريق من خلال مرافقتنا للقوات الأمنية وجدنا أن تنظيم داعش عمل على سياسة التجويع للسكان والمدنيين طيلة الأشهر أو ربما حتى السنوات التي سيطر فيها على الموصل كيف يعني القوات الأمنية أن تتعامل مع هكذا كارثة يعني نرى الكثير من الأطفال حينما يشاهدون الأرتال العسكرية يتقدمون لطلب الطعام نحن خلال هذه العيام اللي مضت إن شاء الله ما خليني العائلات بحاجة إلى هكذا مواد حتى قبل يومين وزعنا حليب للأطفال واليوم كان الأخ المحافظ موجود وجاب أيضا عدد من العجلات اللي محملة بمختلف الأطعمة وإن شاء الله بكرة سيتم توزيعها من قبلنا على الأحياء بصورة عامة شكرا جزيلا سيادة الفريق يعني ربما هذا كان إيجاز لمقتصر العمليات خلال اليوم التي جرت وربما ستكتمل العمليات كما ذكر السيد الفريق خلال هذه الليلة ويوم الغد أيضا نعم كنت إذن موفد الحرة إلى برطلة مراسل الحرة ميتام أشباني شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم شكرا جزيلا لك